جميل جدا شيخ نسمح لأقاطعك هنا بموضوع الآية الكريمة التي بدأنا بها ألا بذكر الله تطمئن القلوب نتحدث عن الطمئنين كنعمة عظيمة ما هي هذه النعمة؟ نعمة الأطمئنان نعمة الأطمئنان أطمئن يطمئن الأطمئنان الأطمئنان هو منتهى الوسوق بقوة الله سبحانه وتعالى فلما يقول الإنسان فوط أمري إلى الله ويطمئن قلبه يطمئن لأي شيء؟ يطمئن لأن قوة الله هي أعظم قوة ويطمئن لأن قوة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة وهي النافذة وأمر الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينفذ فالله سبحانه وتعالى هو القوي وهو سبحانه وتعالى القابض الباصط وهو سبحانه وتعالى الخافض الرافع والله سبحانه وتعالى هو الجبار الناس تظن أن اسم الله الجبار يعني هو القوي المتجبر هي هذا أحد المعاني ولكن اسم الله الجبار هو الذي يجبر الكسر ألا تسمع أن رجلاً أصيب بحادث فتكسرت أعضاؤه من الذي يجبرها له إنه الله سبحانه وتعالى فبقدر ما يكون الإنسان ملتجئاً إلى الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون مطمئناً بذكر الله تعالى نتحدث إثان عن الراحة الكاملة التي يشعر بها الإنسان الذاكي لما أنت فرضاً أن الإنسان طلب من عدة جهات من عدة أعداء ثم دخل إلى ملك من ملوك الدنيا وقال يا سيادة الملك أنا هذا يطلبني وهذا يطلبني وهذا يطلبني وهذا يطلبني وهذا يطلبني وهؤلاء كلهم ظلموني فقال له الملك أطمئن أطمئن لن يصيبك أذى طالما أنت عندي ثم أرسل إلى هؤلاء الظلمة وقال لهم هذا عندي والذي يؤذيه ينال العقوبة مني فكيف تعيش أنت في هذا الجو تعيش في منتهى الإطمئنان وهذا ما يدخل على الإنسان بصلاة الفجر الإنسان إذا صلى الفجر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله شو مع ذمة الله؟ يعني في حماية الله وهذا المثال رجل يعني لحق به عدوه فصار هو يركض وعدوه من ورائه يركض فوجد باب قصر الملك مفتوح ما في حرس فدخل وإذ الملك أمامه قال أنا بحمايتك يا أيها الملك لما نوصل العدو شو بدي يساويه؟ شاف الملك أمامه؟ دي يوقف قال أنت تعتدي على هذا الرجل وهو بحمايته؟ قال لا لا خلص أنا لا أعتدي عليه فذهب وبقي هذا في حماية الله هذا ما يحدث للمؤمن إذا صلى الصبح في جماعة فكيف إذا كان مع الله في ذكره في عبادته في تلاوته فهذا هو الأطمئنان تشعر من قلبك أن الله معك أطمئن فأنت تلتجئ إلى عظيم فأنت تلتجئ إلى ملك السماوات والأرض أنت تلتجئ إلى الملك القوي الجرح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر